شن الإعلامي المتميز والكاتب إبراهيم عيسى هجوبا شديدا على حماس في حلقاته الاثنين 23 أكتوبر 2023 حيث قال أي عي المعد على وسائل التواصل الاجتماعي تلاقيه بيهاجم الحكومة المصرية ويزايد عليها وينتقدها خلاص ماشي هو حر لكن خلي بالك مش أي فيديو جاي لك تعتبره حقيقي وتشيره زي اللي بيقول إن مصر بعت شحنات فضية فعلى الأقل ما تنجرش وراه لكن أنت حر إنك تنتقد الحكومة المصرية لكن بقى لم أول ما نيجي ناحية حماس لا الحق دي حكومة متوضية بقى ويبقى العزر إنها بتحارب وتقاوم أولا حماس بتسمي نفسها حركة مقاومة لكن هي حكومة على فكرة حكومة حماس في غزة يعني كل ساعة مظاهرات من الإسرائيليين ضد نتنياهو وبتلعنوا في إسرائيل وبتضعوا في أوائل الفاشلين وتطالب بمحاكمته والعساكر الإسرائيليين لما بيزورهم بيتهموا إنه سبب فشل الحكومة كل ده عادي في إسرائيل اللي فجعت يوم 7 أكتوبر اللي فات إنما لما تيجي تتكلم عن حماس لا فوق لنفسك دي مقاومة ليه هو كل واحد يرفع شعار المقاومة يبقى مقاومة على فكرة أبو مصعب الزرقاوي كان بيقدم نفسه على إنه مقاومة برضو ضد الاحتلال وكان يوم يقتل المسيحيين ويفجر كناكس ويطرد المسيحيين من بيوتهم ويوم تاني يفجر مساجد الشيعة ويموت مئات ويوم غيره يفجر مكاتب الأمم المتحدة وفي الآخر يقول لك أنا مقاومة مقاومة إيه دي؟ هو أي حد بيقول على نفسه مقاومة يبقى مقاومة؟ طب ما هو منظمة أبو النضار كان بيقولوا عن نفسهم إنهم مقاومة برضو وكان بيتدفع لها عشان تقتل ويقتلوا الفلسطينيين قبل أي حد ودي حداد اللي كانوا بيخطفوا طائرات دول برضو كانوا بيقولوا عن نفسهم إنهم مقاومة اللي كانوا بيخطفوا الرياضيين هل دول أفادوا القضية الفلسطينية؟ فما تقول ليش بقى إنك مقاومة أنت بالنسبة لي مش مقاومة أنت بالنسبة لي أنا مش معترف بيك مقاومة لأنها المفروض تبقى مقاومة رشيدة وعقلة ويكون شعبها أول حاجة لكن حركات بقى انتحارية زي اللي عملتها ما تفرحنيش أبدا دي مقاومة غير رشيدة دلوقتي حماس حركة بتقول إنها حركة مقاومة وما فدتش الشعب الفلسطيني بحرف بقى لها 16 سنة 16 سنة تحكم غزة طب يا حكوم عملت إيه للشعب الفلسطيني المفروض أي حكومة دخلة على حرب تبقى عاملة احتيات غذاء ودواء لكن هي عملت احتيات ايه؟ عملت احتيات زخيرة يقول لك سمود الشعب الفلسطيني سمود إيه اللي انتوا بتتكلموا عليه حد يقول لي سمود إيه بتاع الشعب الفلسطيني ده غير إنه بيموت 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 قصفوا هدموا ضرب مستشفيات وتقول لي سمود اللي هو هي خلق حد يقول لي يبقى حكومة رخصة شعبها ومش فارق معها بقى إنهم يموتوا ويقولك في سبيل القضية الفلسطينية طب هي ايه القضية أصلا؟ أنجزت ايه للقضية؟ ولا أي حاجة احنا قصاد حكومة ما بنتش ملجأ واحد لشعبها دخلت ست حروب وما بنتش ملجأ حتى الأنفاء غير مسموح للمدنيين بدخلها العساكر بس اللي يدخلوا الأنفاء حكومة لمدة 16 سنة ما بنتش مستشفى جديدة ما بنتش مدرسة ما بنتش مصنعة ما زودتش مساحة زراعية فدان واحد ما زرعتش غط موالح جديد في غزة ما زودتش صيادين غزة مركب واحد أو حتى مطور مركب واحد 60% من الشعب عايش على المساعدات الدولية وانت عارف كده وفي الآخر تدخل حرب وانت عارف نتيجتها ان المساعدات الدولية دي هتقف يعني بتجوع شعبك يبقى أنا كده لا حكوبة ولا نيلة لأنك ما بتعملش حاجة لشعبك لعلمكم اللي بيصرف على غزة حتى الآن 50% من السلطة الفلسطينية هو ما بيفكرش أصلا في الشعب الفلسطيني هو بيفكر فقط في مشروعه السياسي العسكري وإيه الفايدة بقى وإيه النتيجة من كل القصة دي عارفين إيه؟ إحراج مصر وتورطها يا أخي اللي عايز مصر تستضيف الفلسطينيين طب ما تكلموا قطر ما هي بتحب الإخوان المسلمين وبلد متحمسة ومكتادرة وطلعت أسرة كمان بواسطة قطرية في ريت قطر تعجر طيارات العالم كله بفلوسهم وينزلوا بيها في غزة وينقلوا الفلسطينيين كلهم لقطر والعلمكم حماس بتتلقى 400 مليون دولار سنويا متيجي من قطر لبنوك إسرائيل ليه؟ من قطر لبنوك إسرائيل واخدين بالكم وتستلمها حماس طب هل 16 سنة طلعت حماس كشف حساب أو حتى موازنة واحدة للشعب الفلسطيني أبدا طب ليه؟ لأنها ببساطة خطفة الشعب الفلسطيني أكبر خوانة للقضية الفلسطينية هي حماس أنا عايز أطمنكم بس حماس بتأكد أنها في حالة الهجوم البري ستكبد إسرائيل خسائر كبيرة فهل فعلا لو حدث ده يبقى انتصرنا؟ لو يعني لو حصل يعني كده يبقى انتصرنا؟ يا رجل ده إسرائيل بتدخل دلوقتي الضفة الغربية بكل حرية وتقبض على الفلسطينيين بكل أريحية بعد ما كان لأحد يجرؤ يعمل كده أنتوا هي رأيكم شاركونا في التعليقات أيضا كان فيه بسطات رهيبة من الكاتب والمفكر الكبير طارق حجي كان كتب هذه الكينات الإخوان زائد حماس زائد الجهاد زائد حزب الله زائد داعش تكره مصر كما تكره إسرائيل أيضا نشر الصورة ديت بتاعة الكاتب المصري الكبير يوسف السباعي وكتب عليها يوم 18 فبراير 1978 قام فلسطينيان باغتيال الكاتب المصري الكبير يوسف السباعي ليه؟ لأنه سافر لإسرائيل في نوفمبر 1977 مع الرئيس السادات أيضا نشر البوست ده هوت إيران توريكت لتعربت في المنطقة أيضا كتب كلمة لأي مصري متعاطف ولو قليلا مع حماس تذكر أنه منذ 3 يوليه 2013 قام عملاء للإخوان ومعهم حماسيون بقتل قرابة ألف زابط وجندي مصري في شمال سيناء للأسف الناس بتنسى أيضا كتب معرفتي بهم تؤكد لي أنهم لن يقولوا كلمة شكر واحدة عما فعلته مصري لإيصال أطنان الطعام الأدوية ليهم فهم لم يصبك لهم شكر من ساعدوهم منذ 1948 أيضا كتب قلت مرارا وأو كرر يا بخت إسرائيل بخصومها العرب أيضا كتب أسيادنا في غزة نحن شاكرون وممتنون لكم لتفضلكم بقبول ما حوته عشرات الشاحنات من أطنان الطعام والأدوية كم أنتم قراماء لأنكم قبلتم هذه الهدايا المتواضعة وأيضا شهير البوست ده هو الدليل آخر من كندا يؤكد أن تفجير المستشفى المعمداني من فعل حماس وليس إسرائيل أيضا كتب الحياة الإنسانية ليست لها أي قيمة عند كل جماعات الإسلام السياسي وأجزم أن العكس صحيح وأنا أصق أن قيادات حماس الإرهابية لا يعنيها أن جريماتها يوم 7 أكتوبر الجاري تسببت في موت أكثر من 5000 غزاوي حتى الآن وبيفكر الناس أن عنده لقاء هام كاتب أرجو من أصدقائه متابعة هذه الصفحة عمل شير لهذا الخبر حوار التليفزيوني اليوم السلساء 24 أكتوبر الساعة 49 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة على قناة سي تي في وهو حوار طويل حوالي 80 دقيقة أكيد كلنا منتظرين الكاتب والمفكر الكبير طارق حجي ومن ناحية أخرى نشر باسم سام صاحب قناة الفكر الحر المفاجأة دي حجم المساعدات الدولية التي وصلت لمطار العريش البلد مصر قدمت مساعدات قد إيه لغزة ألفين طن الأردن 12 طن يعني شوفوا بقى إيه 100 ضعف أكتر من 100 ضعف كمان مصر قدمت تركيا 68 طن الإمارات بكل انفوزها وفلوسها 12 طن تونس 11.5 طن منظمة الصحة العالمية 24 طن انتو اي رأيكم؟ وفي الآخر يقولك مصر ما بتعملش حاجة على الأقل 100 ضعف للأردن والإمارات المساعدات بتاعة مصر لغزة لو أعجبكم الفيديو ربما تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر